وفي ملف سياسي واجتماعي لا يخلو من التعقيد أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد خلال استقباله رئيس حكومة قليم كردستان مسرور بارزاني على هامش يعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا على ضرورة حل المشاكل بين الأطراف السياسية الكردية رئيس الجمهورية شدد على همية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى لإنهاء سوء التفاهم الحاصل بين الأطراف السياسية الكردية وضرورة التركيز على حل المشكلات ووضع مصلحة مواطني الأقليم أولا وعلى مختلف الصعود خصوصا تلك التي تتعلق بالقرارات الحكومية ذات الصلة المباشرة بمعيشة الناس بدوره أكد رئيس حكومة قليم كردستان ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية ووجوب التوصل إلى تفاهمات تعزز الوحدة بين العراقيين وتحقق تطلعاتهما